وخلال كلماته بين المؤتمر الصحفي أكد رئيس الوزراء مصطفى مدبولي أن مصر تتمتع بالاستقرار والأمان وضف مدبولي أن سياسة مصر المتزنة جنبتها الدخول في أية مواجهات مؤكدا أن جيش مصر قادر على حمايتها وصون مقدراتها أن مصر لها جيش يحميها وقادر أن يحافظ ويسون مقدراتها في ظل كل هذه الأزمات وده الشيء اللي يطمن كل واحد ومواطن مصري أن فعلا قوتنا المسلحة إن شاء الله تكون قادرة إذا لا قدر الله حصلت أي حاجة أنها تحمي مقدرات هذا الشعب مع كل ده إحنا حرصين كل الحرص على النمو الاقتصادي وعلى جذب الاستثمار وعلى تحسين مناخ الاستثمار للدولة المصرية وعايز أقول لحضراتكم معالي السادة الوزراء سواء الوزير المالية أو الاستثمار وحتى تقارير المؤسسات الدولية كلها بتقول أن مصر الرؤية المستقبلية لمصر هي رؤية إيجابية وأن يعني بيقولوا أن مصر أثبتت قدرتها على السموت والاستمرار في ظروف شديدة الصعوبة وشديدة الاستثنائية والزخم العام للقطاع الخاص أو القطاع الاستثماري الخارجي أنه رغبة في الاستثمار في مصر ومزيد من الاستثمار في مصر في خلال الفترة الجاية ترجمة نانسي قنقر